حضر معي عشاء عائلي كيف راحت لبسته وخرجت توريله الفسان في هداك الوقت قال لها هلأ جايك الفسان مليح الفسان مقاسك وزيدك جمال على جمال في هداك الوقت ضق الجرس تاع البيب و جاي أفراد العائلة الكبيرة للعشاء يلأ بيان بروفيته دلستان لبستهبليزه سا بروى لابعت لها السم تاع وقال لها رغم أنو الفسان مليح وخرج عليك لكن تباني سمين في الفسان سيبورسان عن ديب اللي المنحرف النرجيسي يسوفل شوي لفخوا في نفس الجملة مدلك حاجة إيجابية وحاجة سلبية وحاجة شي خلي الضحية في ضباب يخليها مفهماش وش حاي بمنها وش حاي بيقول ومتفهمش نفسها راح تتساءل وراح هي اللي ترجع الضحية اللي ترجع في العيادات نفسية والعصبية وفي بعض المرات توصل لعيادات الأمراض العقلية وفي المستشفيات العقلية مغلوقة عليها لأنو متفهمش تقول علاش عندي إيجابي 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 سلبي وش قاعد يصير في عقلي علاش المعلومات هذي كل ملخطة في عقلي نظرتها للأشياء وللأمور وللحياة ولنفسيتها وحياتها ودنيتها مرحاش تكون واضحة مرح تكون مضببة وما تقدرش تعيش حضرها وما تقدرش تتفائل لمستقبلها اللي جاي لأنها عايشة في الضباب ونظرتها قد ما تكمل مع إنسان مسموم عفا مسموم بالدرجة الجزائرية باللغة العربية إنسان سام إنسان منحرف نارجيسي سام قد ما تكمل تعيش معه قد ما تكمل في علاقة وطيدة معه قد ما تدرتها للحياة وللناس وللدنيا ترجع سوداوية ولنفسها كدلك ترجع سوداوية لأنه أغلب الناس اللي بعتوا ليدا ميساج بخيفي على فيسبوك على ميسانجر للرسائل الخاصة اللي تجيني آه عنده سيمات هكا 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 هل نكمل معاه هل يتغير مش اللي يتغير أنت تتغير أو أنت كضحية رح تتغير من الإنسان المنحرف النرجسي يتغير الأسوأ لكن أنه يتغير للأفضل لا أبدا ومهما كانت هذا حلم كل الضحايا كل الضحايا ويه حلم كل الضحايا أنه قدم الضحية تكون إيجابية ومعاملتها طيبة وحسنة وذو تعمل المنحرف النرجسي كله وش يرغب به أنه على أمل أنه يتغير ويرجع معها كيف الإنسان الأول اللي كان معها في باد العلاقة وهذا الشي مستحيل لأنه الإنسان الطيب الحنون المتفهم الخلوق اللي عرفت الضحية في باد العلاقة غير موجود ما كان غير دور لعبه المنحرف النرجسي بش يوقع بش يوقع الضحية في شباكه والضحية ما زالت تحلم وعايشة على أمل أنه يرجع أو يكون في الدور هداك أو الصورة اللي عملت علي ووضعتها في بيلها ودهنها هذا من الجنون أنه الضحية تقعد في علاقة سيما هيك وتقعد عايش على الأمل هداك لأنه الأمل هداك ولا عمره رح يتحقق والضحية رح تفوت بجانب حياتها وبجانب مستقبلها وبجانب نفسها نفسها لأنه ما رح تبقى عندها ولا كرامة ولا ثقة ولا تقدير ولا كيفاش نقول والأي تقدير لنفسها ما في الجانب الآخر المنحرف النرجيسي رح كده ويزيد يطلع ويضخم الأناتاع ويعلو شان وهي تهبط وتنزل أسفل السافلين هذه اسمها مازوشية يعني الضحية تؤدي نفسها بنفسها ببقاءها في هاد العلاقة جو سي تري بيان جو سي برسوادة أنا متأكدة أنه كيف بعض العلاقات الضحية متقدش تنفصل أنا نخمم في العلاقات بين الأزواج في البلدان العربية في ثقافاتنا وفي عويدنا عادتنا وتقاليدنا وتربيتنا و هاد القيود هاد الكل أنها خاصة إذا كانت مرأة ولو أنه كان رجال ضحايا لنساء نرجسيات وما يقدروش لسبب أو لآخر أنهم ينفصلوا على الزوجة النرجسية وأم أطفالهم خاصة إذا كان هناك أطفال في هاد العلاقات الإنسان ما يقدرش ينفصل لكن عنده حاجات يقدر يقدر يعملهم بش يحمي نفسه من الأذى ومن الصمية تعهد الناس ولو أنه هذا يرجع القرار هذا سواء تعال الانفصال أو تعال البقاء ولكن حماية النفس من الأذى هذا القرار يرجع للضحية ما كان ولا إنسان يقدر يقترح عليك وش تعمل القرار لازم ينبع من من قلب الضحية هي اللي عايش في الجحيم هداك هي اللي تعرف وش اللي أضرى بها هذا لازم حلقة على الانفصال على الإنسان النرجيسي المنحرف الانفصال وحلقة عن إذا الضحية اللي بعلوش ما عندهاش الاختيار وملزوزة وملزومة أنها تكمل وتواصل في علاقة سامة مع المنحرف النرجيسي برب إن شاء الله في الأيام القادمة نعمل حلقات على المواضيع هذه خاصة وأنهم مطلوبين بكثرة في الرسائل الخاصة اللي تجي ولو أنه موضوع ما نحبش نحكي عليه جو سي جو سي جو سي جو سيد ونقول آلي يقدر الموضوع ويقدر البودكاست يفيد يقدر يعاون يساعد لما لا سر جنون مقنع إنسان محبول لأنه كل شي يعمل فيه ليس بسوي نحن نظن أنه الناس المرضى العقليين أهم في المستشفيات وفي المصحات العقلية هدوكا ما يمثلو غير عشرة بالمية من المرضى العقليين لكن تسعين بالمية من المرضى العقليين لهم محيطين بينا وكان درجات من المرضى العقلي والمنحرف النرجيسي واحد منهم إنه يعرف يفوت من خلال هدوكا ثقوب تاعة الشبكة شفت الشبكة تاعة الصياد هديك هو يعرف يعدي من بين ثقوب هدوكا بش ما يتحكم في الشبكة تاعة المصحات ومستشفية العقلية علاش لأنه متحكم في جنونه لأنه عنده جانب شعوري لا شعوري ويه ليخليه يسيطر وعنده سيطرة فق الحد الطبيعي على نفسك